ليس لديك رغبة بالدراسة تعرف تماما أنك إذا ذاكرت ستنجح وستحرز درجات عالية ولكنك لا تدخ اعلم جيدا أن عقلك يخدعك جميع الناس إذا ذاكروا سينجحوا ولكن ما الفرق بين الناجح وغير الناجح الشخص الناجح هو الذي يدرك تماما بأن الطريق الوحيد للنجاح والدراسة والعمل الشاطئ وليس هناك طرق مختصر عليك أن تتعب لكي تحصل على ما تريده عليك أن تضحب غيرك يلعب ويلجو وأنت تدرس نعم إنه شعور سيد ولكن هذه هي طريق النجاح طريق النجاح ليس مفروشا بالورود كما يقولون إنه طريق طويل ومتعب وتحدي صعب عليك أن تكون قويا وتمشي هذا الطريق لكي تصل في النهاية إلى النجاح أما إذا اخترت الطريق الآخر الطريق السهل طريق الراحة ستفرح مؤقتا ولكن عند المتحان يكرم المرء أبوها ستندم على كل لحظة أضعتها يا ليتني دراست لا تنتظر أن تأتيك الرغبة في الدراسة لأنك إن بقيت هكذا لن تأتيك الرغبة والمزاج للدراسة أبدا ولن تدرس أبدا ابدأ الدراسة فقط لا تضع نفسك مع الأشخاص الفاشلين الذين ينتظرون الحظ أو ينتظرون أن تحصل معه معجزة لكي ينجح اصنع أنت المعجزة بنفسك اصنع حظك بيديك انظر بنفسك إلى الأشخاص النادحين والغرماء كم من الجهد والتعب والوقت بذلوه للوصول إلى ما هم فيه الآن هل جلسوا وينتظرون الحظ؟ بدون التعب لن تصل إلى شيء الحظ من الممكن أن يسهل عليك النجاح ولكنه ليس كافٍ وحده ادرس وانجح واحقق أفضل الدرجات غير حياتك الناجحون والمدخورون ليسوا أفضل منك ليسوا أدكى منهم هم فقط يدرسون أكثر منه ستكون أفضل منهم اندرست أكثر وأكثر ليس هناك فائدة من الشكوى والملل بالتأكيد ستتعب وستمل ولكن لا تشتكي واصل وضع هدفك أمام عينيك ولا تتوقف حتى تصل إليها توقف عن الكسل والخمول توقف عن التأجيل الكسل والتأجيل هو هروب أنت تتهرب من الدراسة أنت متوتر أنت خائف من الفشل تلهي نفسك بأشياء ليس لها أي داعي ولكن هل أنت ضعيف؟ لا لست ضعيفا فلماذا إذن الهروب؟ لا تهرب قويا أدرس ذاكر لا تتوقف خذ قرارا تحكم في نفسك تحكم في وقتك تحكم في مشاعرك وفي رغباتك الدراسة هي كل ما عليك فعله فقط هي أولويتك الآن وكل شيء سيأتي وقته فيما بعد أدرس وتعب وواصل والنجاح هو النتيجة الحتمية للدراسة ولا نجاح بدون دراسة لا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد